بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ حل بعض أسئلة في بنك المعرفة على الفاصل الأول طبعا أسئلة الفاصل الأول اللي حد ما مش فيها إبداعات كتير وبعض الأسئلة منها جيدة فهنبدأ مع السؤال رقم عشرة السؤال في بنك المعرفة السؤال رقم عشرة في التدريب السابع يعني نشوفه عشان بيلخبط الناس شوية في سيخته يعني بيقول لي تعمل المقاومة في الدائرة الموضحة ببطاريتين يعني فيه مقاومة تصل ببطاريتين وصلتها على التوازي بترتيب مختلف تمام زي ما احنا شايفين الجهد الجهدان الطرفيين للبطارية تلاتة ونص جهد بتاعهم مختلف ماشي تلاتة ونص وثنين ونص على الترتيب الأول يوصل الطرفان المجابل للبطارية إحدهما بالآخر مباشرة ويوصل الطرفان السالبان إحدهما بالآخر في الترتيب الثاني ويوصل الطرف الموجب في كل بطارية بالطرف السالب للبطارية الأخرى مباشرة هذا الترتيب الأول وده الترتيب الثاني أي العبارات الآتية تقارن مقاومة مقارنة صحيحة بين انخفاض الجهد في المقاومة في الترتيب الأول وانخفاض الجهد في المقاومة في الترتيب الثاني وحاطت لي أربع اختيارات طب أنا أسأح لك سؤال بس في الدارة أولى فرق الجهد على المقاومة الخارجية طبعا الطالب طالع من 3 أعداد عارف ان لو عندي مقاومة منتصدة في بطاريتين على التوازي مع بعض البطارية يقوله لو 1.5 والثاني 1.5 البطاريتين 1.5 و1.5 على التوازي بل قوة الدفعة الكليا لهم 1.5 طب 1.5 في 2 1.5 في 2 على التوازي استبقل ما نعرفهوش وكنا يعني ده كاي من المدرسين في إعدادي كانوا يجوا يجوا في الحتة ده واحتروا شوي عندهم لما يكونوا زي بقى عمدة على التوالي وعالتوازي التوالي بقى ايه بنجمع أما التوازي يكونوا واحدة منهم ومنتلاقي بداعات بقى واحد يجي يقولك بس يكونوا زي بعض لكن لو مختلفين واحد يقولك خدي كبيرة طب خدوا متوسط لها طريقة لذلك لما أنا يعني قلفت بنعمل كرشوف في كتاب تانية سنوي وهنا كنا عاملين كرشوف تانية سنوي مع الدكتور دكتور ياسر دكتور ياسر والدكتور أبو ليلا أنت عارف أنت قدتك شريك كبير معنا فالمهم كنا حطين كرشوف فأول حاجة أقولت لهم لازم نحط بطريتين على التوازي ونشوف القوة دفعة مختلفة علشان نقوله نحسب إزاي فرق جهد بين كل واحد وإزاي نحسب فرق جهد وإزاي نحسب التيار عشان الحتة دي مهم إذن لما يكون مقاومة بطريات على التوازي القوة الدفعة بتاعتهم مختلفة لا يمكن نقدر نجيب التيار في المقاومة الخارجية إلا في وجود إلا بوجود مقاومة داخلية كل منهم وانطبق قانون كرشوف يعني واضع كتاب الوزارة اختار كرشوف علشان يكمل المواضيع طب قول لي هو لما حلها وهي في مسألة في كتاب الوزارة أنا أقول لك صفحة كامل المسألة هو الكتاب قدامنا في كرشوف المثال رقم 3 في كتاب المدرسة صفحة 17 هنجيبه بردو على الصورة هنجيبه بردو على الصورة حاطت بطريتين واحدة عشرين واحدة ثلاثين على التوازي واحدة مقامتها واحد أم والتانية اثنين أم مقامت داخل أصدها وعاوز يجيب فرق جوز كل واحدة عاوز يجيب التيار أصدها زي مسألة المعين أصدها أصدها فكل حاجة كانت محطوطة أصد حاجة معينة من خلال من مر على المدرسين كنا بنعرف الجمال في المسائل بتاع الكتاب الوزارة أحيانا بيحط مسألة لفكرة مش تكرار لفكرة أخرى كل مسألة فكرة الجزء اللي حطت في كرشوف كل واحدة مسألة حاطتها وحاطتها علشان تجاوب عن حاجة معينة كنت بنعاني منها وأنا موجه عام في الوزارة فعالجناها في كرشوف عالجناها في كرشوف طب هنا بقى السؤال بيقولك اختار إجابة أنا حاخدهم من آخر واحدة يكون إن خفاض في الجهد أكبر في الترتيب الأول يعني هل إن خفاض في الجهد يعني فرق الجهد في المقاومة دي أكبر من فرق الجهد دي ما فيش معلومة يكون إن خفاض في الجهد أكبر في الترتيب الثاني برضو ما نعرفش طب إن خفاض في الجهد في الترتيب الأول يسوي إن خفاض في الجهد في الترتيب الثاني برضو ما شعرفين أكيد لا بس هو إيه مش عاد هو قال لك يعتمد الإنخفاض في الجهد في الترتيب في الترتيبين على المقاومة الداخلية البطريطية عشان ما أقدرش الحل دي واجب الطيار إيه إذا عرفت فأقول دول المقاومة الداخلية ونقدر نحل بنانا عن كده كبكر شوف ما صار أول وتاني يبقى الإجابة الصحيحة ألف هي الصيغة بتاعته وكانش واضحة الصيغة بس غريبة شوية وديحنا وضحناها ده بالنسبة لسؤال السؤال التاني أستاذ أحمد ناخد نختار واحد كده في التدريب الثامن لأن قانونه مش موجود يعني يمر طيار واحد واربعة من عشرة أمبير في سلك من النحاس الطيار يسوي واحد واربعة من عشرة أمبير بواسطة الإلكترونات الحرة طبعا الطيار حيمر بواسطة إلكترونات الحرة ما فيش أيونات مساحة ده لو كانش سلك بقى ممكن يكون غاز متأين محلول لأنه هو دقيق هنا فهلا مساحة مقطع السلك كذا إيه اتنين ونص في عشرة أصماء ستة متر مربع اتنين ونص في عشرة أصماء ستة متر مربع أوجد السرعة المتوسطة التي تتعرّج بها الإلكترونات خلال السلك تماما بس أنا استخدم إن شحنة الإلكترون واحد ستة متر عشرة عارفين الإيه بتساوي واحد ستة متر عشرة في عشرة أصماء ستة متر عشرة شو بقى التعبير الثاني وكسافة وكسافة الإلكترونات الحرة للنحاس تمانية وستة واربعين في عشرة أصماء ستة متر عشرة أربعة أصماء ستة وأربعين من مية في عشرة أصماء ستة متر rer أصماء jestem إلكترون في المتر المتر المواد معلومة برضو كده للظيادة أنا ما حطاها،دي معلومة المواصلات كلها عدد الإلكترونات في المتر المكعب فيه يبدأ من عشرة أصماء ستة متر comun لحشرة أصماء ستة متر مواد من 12 آشرة أصماء esperar ستة متر مكعب أما المواد العازلة بيكون عدد الإلكترونات من عشرة أس خمسة لحد عشرة أس ثمانية وليلة جداً لأن المتر مكعب أشباه المواصلات وسط بينهم فهنا قال لك عشرة أس ثمانية وعشين ده نحاس ده جيد ونذلك مرة قال لك سؤال في الامتحانة سحمد علل النحاس مادة جيدة التوصيل واحد قاله للمقام النوع يقول ليه للمقام النوع يقول ليه هنقوله ليه نقوله ليه كان نصي سؤال علل معامل التوصيل الكهورابي للنحاس كبير ليه معامل التوصيل كبير فواحد راح أقيله لأن المقام النوع يقول ليه قاله لو المقام النوع يقول ليه يقول المعامل التوصيل كبير نقوله بقى تايل التوصيل لأن عدد الإلكترونات الحرة في وحدة المساحات عالية جداً في وحدة الحجوم عالية جداً يعني كسافة الإلكترونات الحرة كتير المادة بتوصل نتيجة لإلكترونات الحرة طب الإلكترونات الحرة كتير وعلى وفرة ووفرة من الإلكترونات يعني لو قال للطالب ووفرة من الإلكترونات ماشي أو قال لك عادة لكتات الحرة كتير ماشي قال لك عادة لكتات الحرة توصل لعشر أو ستمانية وعشر إليبترون أقول له ماشي 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 طاري بقى ده طي هذا عاوز أعرف إزاي عندي التيار وإزاي نجيب السرعة دي اسمها السرعة هو قال لسرعة متوسطة سرعة الإنجرافية ده اسمها السرعة الإنجرافية أو الإنسياقية أو الإنسياقية ولها قانون كنت أنا أملتم حاضرة قلت فيه أنا فاكر طبعا كل حاجة وقلنا قبل ما نعرف الكتاب ده والحاجة نحطه من أول السنة يعني هنا في نقطة سيد أحمد هنقولها بعد ما نحصل على القيمة آي لها قانون آي بالسوء إن عدد الإلكترونات في وحدة الحجوم في شحنة الإلكترون في السرعة الإنسياقية في المساحة طيب هو مديني المساحة عندي ومديني شحنة الإلكترون وعاد الإلكترونات ومديني آي ومديني آي ناقص عندي مين السرعة هنجد السرعة هتطلع فيه أربعة وواحد من عشرة في عشرة أس ناقص خمسة أربعة واحد من عشرة في عشرة أس ناقص خمسة متر أساني أنا بشك في الإجابة دي يا أستاذ أحمد ليه آه قولي ليه أقولك الرقم ده صغير جداً ده مش رقم منطقي لحركة إلكترون جوا سلك ده أنا فاكر إن الإلكترون بيجري بسرعة كبيرة تقترب من سرعة الضوء ده أنا مجرد بأقفل فيه شنور بيناقض ده إسمها سرعة التيار الكهرابي مش سرعة الإلكترونات فأنا أول ما بنغلق الدايرة الإلكترون حاول ما يمشي ويوصل للانضة يخوض له ساعات لأن المتر بيمشي ويشوفه مسافة دي يبقى السرعة دي منطقية طمال إيه اللي بيخليني أول ما بيدوس على الزرار والنور بيناور أول ما نغلق المفتاح حصل مجال الكهرابي أثر على الإلكترونات كلها في نفس الوقت إن ذا سيب ده سرعة المجال بقى رحمة خلي الإلكترونات تحرك أول إلكترون وآخر إلكترون في نفس اللحظة مش روح يتحرك ده مش معناها أن ده مشي كده ووصل لها مجرد في اللحظة الأولى لكي نشوفه لأن الإلكترون هو ماشي إحنا خدنا المقاومة سببها إيه إلكترون هو ماشي في الزرار المواصل بيقعد يخبط يرجع ويمشي تاني كده زجزاج كده ويرجع فمسار متعرك لو حسبت سرعة إلكترون في المسار متعرك ده هتلا توصل عشر قس ستة متر على السنة بس عشان ينساق ينساق يمشي يعني هو ماشي كده 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 ويرجع تاني ويقبط واحدة ويرجع ويتقدم الأمام بس بزجزاج زجزاج بقى بسيط خالق قد الحتة دي تهدي مسألة كويسة وكنا شرحنا المعلومة دية وكان أحد الأساز الأستاذ مصطفى شعبان يعني كان هو أول آل فيه حاجة اسمه سرعا سكايا رحتنا عامل علامة حاضرة فهو اللي بدأ يعني قال أو أنا قلتها وتبنان حد عرض الفكرة دي مسألة مصطفى من الناس المبدعين الرائعين لأنه هو لما قال الكلمة دي لقيت الناس هتهجمه تلا دا صحيحة وتروح الشرح لهم حاضرة وفيديو كامل وأصلا أنا كنت حط فيه في كتاب دليل المعلم من أربع سنين سرعة إنسيقية والإنجرافية فلما قال والتينك اللي يكونوا أراءه في الكتاب أو حاجة رحتنا شرح زمان في مشروع الكتاب اللي ما تمش كان برضو مشروحة فيها مشروع الكتاب مع الدنيا آه كنا عاوزين نعمل حتة دي آه مشروع كان جميل جدا لأن هذه السرعة لابد أن تدرس لأنها دي مهمة جدا علشان في منهج بتاعنا لو كان مثلا أنا فيه محلول أو أشباه موصلات فيها فجوات وإلكترات ده بتحرك كده وده بتحرك كده ده هيعمل تيار بالقانون دي والتاني هتعمل تيار والتأهير كل مجموعة لأتنين أنا بحس أحيانا لو الموضوع ما اكتملش من كأن طالب مثلا بياخد في النحو كانة وأخواتها وخد كانة وشوية من أخواتها وما خدش شوية تانيين ما المناهب ما بتقرأ ما هو ده نظام العالمي أن المفضوع تيقضوا كمتا كامل هنبدأ أستاذ أحمد مع السؤال رقم 16 في التدريب التاني بيقول يوضح الشكل سلاس تمثيلات بيانية تمثيل بياني يبين كل تمثيل بياني التيار المر خلال أحد مكونات دائرة كهربية مقابل فرق الجهد خلال هذا الشكل العلاقة من شكل متغير وفرق الجهد في المكونات فبقل لي أي تمثيل بياني يوضح خواص الموصل الأومي يعني موصل الأومي يخضع لقانون الأومي وفيه موصل مش أومي زي سلك الدفاية مثلا تسلك المصباح الكهرب آه يبقى المصباح الكهرب لأن الأوم بدأ قانونه العندة سبوت درجة الحرار آه العندة سبوت درجة الحرارة فالمقاوء التيار شدتها نسب ترضي مع فرق الجهد تمام يبقى علاقة إيه قومية خط مستقيم تمام طب لو ما كانش درجة الحرارة ثابتة ساعة لا يخضع لقانون الأوم يعني يكون إيه خط منحني باسم ساعة تأي بقى هنشوف بقى في إيه ميل اللازي لا يخضع لقانون الأوم لما يمر التيار يسخن تدريجيا زي سلك انت قلت الدفاية سلك مصباح التنجسن في الأول في تيلة بتاعته التنجسن بالذات كل ما يمر تريجيا سخن أكتر طرم أسيخاني بقى إيه مش سابتة درجة الحرارة يبقى الكيرف ما باش قومي تمام وفي حاجات تانية اللي هي خدناها في المنهج بقى طبعا هذا الطلب خلص الوسطة الصناعية قطعة برضو لا تخضع لقانون الأوم الوسطة الصناعية الوسطة الصناعية الكيرف بتاعها حضرتك جميع مدرسين هنشرحوا الطلبة لو كان الطالب بيسمع الفيديو ده من قبل ما ياخد قانون الأوم عشان كده إحنا بنراجع الحاجات دي ياخدها بقى الطالب هو براجع تمام فمين فيهم اللي يخضع الموصل يخضع لقانون الأوم خط المفتقين بين الفي وبين الار اللي هو اللي هو ده اللي هو طبعا ده موجود عليه به وده ألف وده جيب اه يبقى اللي يخضع لقانون الأوم اللي هو به طب يا رصد أحمد بقى في مقطة محيراني هو ليه عمل هنا جزء موجب وجزء في السالة يقصد ايه بالحتر اه يقصد ايه انا عكست البطر ينعكس الطيار ينعكس الطيار ينزود الجهد يزيد الطيار برده ده معنى ان اتجاه الطيار بيعتمد على مين اللي أعلى جهد طيب ماشي صح لأن الطيار حسن ماشي الجهدي ماشي مع الطيار ماشي مين ماشي شمال يبقى ده النحية الثانية عكسنا للبطارية تمام ويبقى خط المساقين برده تمام مصبوط طب اللي فوق أول واحد ده يمثل ايه علينا برده هو ماشي كده بس القيمة مش ماشية اه يعني القيمة بتاعة الطيار مهما كل ما زود فرق الجهد لحد بيجي عنده ويثبت يبقى اذا ما هم واش خط مستقيم مهما زود فرق الجهد اه يعني المقاومة بالزيد بس يجي عنده فترة ويثبت يبقى ده بتاعة ايه مصباح تنجستان يعني لما بزود فرق الجهد حرارة المصباح بتزيد مقاومته بتزيد فطياره مش بيزيد بنفس نسبة بنفس نسبة يبقى خط منحن تمام وبرضو هنا لو عكاست برضو نفس الكلام طب الخط التالت ده عايزين شو بتاع ايه منهجنا بقى هو يا سلام يا سلام لو كان عمل تعديل انا رسمه زي ما هو رسمه بس يعني اه انا اقول لك اولا ده بتاع حاجة معينة في المنهج ده حاجة معينة لكن لو انا بدأ من هنا كده دعا لنا في المنهج ده هو خد ده هو جهد هنا بيبدأ عند جهد معين ويبدأ التيار يزيد ده جهد الحاجز يبقى ده هو لو كان الخط بالشكل ده يبقى ده هو وصلة سنائية دايود هو سألني اي تمثيل بعين يوضع خواص الديود وكان يقصد اكيد رقم جيم بس هي فلتت منه هنا بقى ما جابش سيري الديود ده هو ليه حاجة ايه هي الحاجة اللي تعمل كده ما هو فيه في المنهج كده برضه وفيه كده يبقى لو عملنا واحد رابع وحنعمل ده هو يمثل حاجة ايه ده هو سير مستاد السير مستاد المقاومة لما بيسخن المقاومة بتقل عكس المقاومة اللي بزيد بالحرارة نوريك في مرجع يعني يا أستاذ أحمد السلك بيسخن فالمقاومة بتقل فتأسير فرق الجهد بيزيد ويزود الطائر قوي ودي فيه مواعد المواد اللي هو سير مستاد مواد اسمها ايه مقاومة ودي جاب عليها رسم في كتاب الدليل هنا عملك المقاومة او ساحمد كده بالشكل دي دي اسمها مقاومة تتأثر بالضوء او الحرارة في مقاومة تتأثر بالضوء لو سقطوا الضوء المقاومة دي يحصل لها ايه تقل في الطائر يمشي زي او نسخنها في مواد تسخنها ومواد تدها ضوء يعني فيه حاجات كتير لو انا سخنتها بتكسر الروابط ويزيد التوصيل ودي في مرجع من المراجع ده او قدامنا هناخد فيه رسم علاقات اللي تخضع اللي او ولا تخضع ده كاتب دي طبعا الصحة دي اللي ما عدنا على شاشة اللوقتي اه بزق بزق في الجزء اللي او ني الرسمة البيانية الاولى اه دي بتاعت ايه قانون او واه حتى الموصل اهو حطوا هنا وشوف الجهد والتيار الجهد والتيار هنا يبقى او توصيل او زي اللي هم قال هنا اللي هي اللمضة اللمضة الفتيلة بتاعتها من التنجستان اللي احنا قلناها في الاول هنا السرمستور السرمستور وهنا الديود اهو ديود ديود طبعا مش بادئ من الصف مش بادئ من الصف يب دام المرجع وضعهم ولما جيه يشرح قانون قوم حاب يورح العلاقات يوضح العلاقات بين الفي والاي بتختلف ولا سبت دايما اصلاح واحد يفكر أنا كده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة في علاقة تانية السيد احمد موجودة عندنا في المنهج بين فرق الجهد وشدة الطيار لمكون ما من المكونات الدائرة في البطارية كانت عاملة كده اه دي كانت علاقة بين مين بين فرق الجهد بين طرفي بطارية في وشدة التيار المر فيها ودي كانت مين اه بقى لان التار صفر والميل يسوي ناقص المقومة الداخلية يبقى في علاقات تانية هين الفي بتساوي في ناقص اي اه لالعلاقة بين اه يبقى عندي علاقات متنوعة بين الفي وال اي مش فقط اه طب انا هقول لك علاقة كمان بقى طب افرض البطارية دي كانت بتفرغ ولا بتوشحن دي كده بتفرغ بتفرغ لو بتوشحن نرسمها بقى نرسم العلاقة بين الفي وال او بتوشحن لسه التيار مفيش بطار ماشي يبقى الجوهد كان في بي في بي بدأ من هنا يبقى دي في بي حكس ديك طب بتكتب لين المعادلة علشان نعلم في بي بي زائد آي أرسمون في فرق جهد ده ثابت الآي آي آي بي صفر يبقى الفي بتساوي الفي بي طب الآي لما بالزيد انا زودت طبعا الار سابت الآي بتزيد اه يبقى حيطلع خط مستقيم زي معادلة خط مستقيم لا يمر بنقطة الأصل آآ آآ ماشي تمام بس الولد خدها فين في سنتين يا سنة خدها في الضغط في بطن سائل لما يكون معرض آهو حيطلع كده يعمل على ده عايزين نعمل فيديو مخصوص للرسم بياني آآ ممكن من الرسم بياني السنة الأمور مش واضحة لا أنا ممكن ما يجيبش يقول له يرسم رسم بياني آآ لأنني مش معلول حيقول له رسم بياني أنت قصدك علاقات بيانية آآ لكن لو يقول له يرسم رسم بياني حدي جاد ولو يرسم ساعة الطالب لا أنا نجيب له علاقات البيانية والميدهات والميداز وكده ونقص إنشاء الله سنعمل كل حاجة والبركة فيك أنت الله يخبر السيد أحمد إنشاء الله بいذن الله نلتقى في الفيديو القادم ويكون بموضوع فيديو إذا كان وإنشاء الله مع بداية الفصل الثاني وإنشاء الله على وعد برضو سنعمل فيديو للرسومات البيانية بإذن الله الإلاقات العلاقات اشتركوا في القناة